السلام عليكم معكم شاهد العبادي وبهذا الفيديو جاي نحكي عن كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب وعقيدة السلفية ودعواته الإصلاحية وثناء العلماء عليه اسمه طويل صح؟ المهم يعني هذا الكتاب بيحكي أو خلينا نقول يعني أنه بيحكي عن عقيدة أو إيمان الشيخ محمد الوهاب أو زي ما هو مصطلح عليه يوم الوهابي أو بيسموا بعضه أي حدا مثلا عنده خلينا نحكي تفكير نوعا ما متشدد هاي الأيام وهابي حتى مش شاطئ يكون متشدد يعني واحد له لحية حتى أنا ممكن يحكيوني أنت وهابي عادي المهم هذا الكتاب بود على كل إشيء أو كل خلينا نحكي الشبهات على الشيخ محمد الوهاب محمد اسمه صح؟ محمد أو محمد يلا ما علينا شيخ محمد الوهاب وكمان بيناقش أو بيشح طائل فكاة تاعه بسلوب سهل طيب أمانة قبل ما أبلش حكي عن الكتاب بحب أحكي أنه أنا شخصية من الناس اللي كانوا يشوفوا أو خلينا نحكي كنت ماخذ فكرة غلط عن الشيخ الوهاب والسبب كان الإعلام فالإعلام زي كيف نحكيها من أول من وجد هو دائما نركز على تشويصات الناس هذا الطبيعي تاعه يعني فيمكن أي شخصية يوم أنت بتسمع أنه مثلا شخص عاطل شخص مش كويس يطلع بسبب الإعلام هو شخص أصلا كويس بس الإعلام خرطة هذا الموضوع وفيه أمثلة كثيرة على هالموضوع من الإعلام وتشويه الإعلامي المهم ما علن من هالكلام يعني بس الموضوع يعني بصلاح حتى فيه أديان تتشوه زي الإسلام مثلا في الغاب مثلا أو مثلا زي أفكار مثلا عندنا يوم مثلا هذا مثلا الشخص كذا 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 بدون حتى ما تعرف إيش هو بيحكي أو شو التفكير تاعه المهم بدون ما نطول هذا الكتاب أمانة أنفادني وخلاني أطلع على الفكرة الوهاب أو محمد الوهاب بإسلوب خلينا نحكي ثاني وخلاني أعيد النظر بهذا البني آدم وخلاني أكتشف أنه واحد من أعظم العظماء ممكن نحكي بتريخ الإسلام فهو طلع في زمان كذا فيه خلينا نحكي تعبد الناس للقبوة وهي الأشياء بالسعورية بالذات هو كان يحاول أرجع للناس لدينهم باستعمال القرآن والسنة وهذا إشي جميل جدا وفي بعدين الناس اتبعته مش اتبعته يعني كيف نحكيكم إياها يعني عرفوا أن هذا الزلم كيف نحكيكم إياها تاعدين يعني وكتب كتاب التوحيد وكتب كتاب أشياء المهم يعني الكتاب أمانة عجبني كثير وبعضه نقل كلام خصومه لمحمد الوهاب وجاب بعضه كلام تاع الشيخ محمد الوهاب بالناسائل تعيته فهو يعني جاب الكلام تاع العدو وبعدين جاب كلام الشيخ محمد شاند عليهم يعني طيب هذا الكتاب أمانة إذا أنت كنت مهتم مثلا بالشيخ أو مثلا أنت ماخذ موقف سلبي عنه أنا أمانة بنصحك فيه الكتاب جدا 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 كويس أمانة ومتعوب عليه وعادة هو مش كبير كثير الكتاب وبالضبط حوالي شوفكم صفحة 164 صفحة فالكتاب والله بستاهم بنصحكم فيه أمانة مش عايف أمانة شو أحكي كلام يعني بس أمانة أنتو تتخيلوش يعني الصور النمطي اللي كانت عندي على هالشيخ بس لما قلت هذا الكتاب تبدأت المهم لو بدا تعطي هذا الكتاب تقييم هطي حوالي ثمانية ثمانية إنه كان كويس وحتى أسلوب الكتابة كان كويس وعجبني أسلوب بعض كيف نحكيها إنه مثلا دافع عن البني آدم هذا حبيتها أنا أمانة لساتني يعني أنا كشادي يعني باب أخذش معلومة عن أي شيء تاريخة وعن أي شخص بالذات بالدين غالب ما قرن عنه أكثر هذا الكتاب حيخليني أقرع عن الشيخ الوهاب أكثر بالمستقبل وفعليا أنا حب أحكي ضخطك كمان أنا مش متفق مع كل شيء مع محمد الوهاب بعد ما قلت هذا الكتاب عشان نكون نواضحين يعني مثلا موقفه السياسي أنا ضده غال الموضوع أنا مثلا حسب هذا الكتاب أنا شايفه كويس يلا إذا بتعرفوا إش عن الشيخ محمد أو قاتوا إشي عنه أو حبي مثلا نصرحوني بإشي أو خلينا نحكي أفكار غلط كنتوا فاهمينها عنه اكتبوا بالتعليقات خلينا نحكي عشان نتعرف على الموضوع أو خلينا أنا بس أقاتل تعليقاتكم واستفيد منكم ويلا سلام وآسف على الفيديو مش طويلة أربع دقائق أو خمس دقائق يلا سلام بيه